اشتركوا في القناة وفي الأسبوع ده هنعمل سلسلة لمواقف من الحياة الزوجية في بيوت الصحابة ونقارن بينها وبين الواقع ونتعلم منها ويمكن تهون علينا برحب بضفنا الشيخ أحمد الملكي من علمان أذر الشريف أهلا بك يا شيخ حمد الله يحفظك يا رب ويكرمك ويسترك يا رب ويجعل بيوتنا بيوتنا عميرة يا رب يملأها الحب والمواد والرحمة وارزقنا وإياكم والمشاهدين في الدوسة الأعلى من الجنة يا رب العالمين آمين يا رب ربنا يسترك يا شيخ حمد ويسترني ويستر كل الناس ويرزقنا استطر والصحة ورضاك وجلنا يا رب والفرد وصل أعلى لهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد لو احنا بسم الله وحمد الله صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تمم اللهم ما بيه بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما عطيتنا اللهم أمين لو كل يوم خدنا موقف أو موقفين يا سيد دعاء المواقف دي احنا دايما قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد سيدنا النبي الصحابة الكرام رضي الله عنه الصحابة الكرام كان عندهم هم وكان عندهم كرب وكان عندهم مشاكل وكان الزوج ممكن يغضب على زوجته كان الزوجة ممكن تغضب على زوجها حدث ذلك بين عمر رضي الله عنه وبين زوجاته وحدث ذلك بين الزبير بن العوام وبين زوجاته حتى السيدة أسماء ذات النطاقين رضي الله تبارك تعالى عنه وارضهم لكن إزاي بيحلوا المشاكل دي إزاي بيخلوا بيوتهم بيوت هادئة مطمئنة ما فيش بيت يخلوا من مشكلة ما فيش بيت في هذه الدنيا منذ أن خلق الله البشرية حتى انتهاء الدنيا فيش بيت يخلوا من مشاكل فيه غضب فيه ممكن يكون زعل فيه نرفازة شيء طبيعي يعني ده طبيعي لكن مش الطبيعي أبدا إننا لما شوف فيه مشكلة أبدأ أكبر المشكلة دي لا الأصل اللي أنا بعالج طيب إحنا بنعالج إزاي قد ودنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكننا دايما نقول كده سيدنا النبي لما كان قاعد مع مجموعة الصحابة ضيوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودخل أحد الصحابة على النبي بقصاعات فيها طعام وبعدين دخل على السيد عائشة فضربت إيد سيدنا النبي وعارفين القصة دي والنبي عالج الموقف الفخارة تكسرت بالأكل اللي فيها والنبي عالج الموقف طب عالج الموقف إزاي لم يغضب صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرقش زوجته ما قالهاش أنت أحرقتين قدام الضيوف ما مدش إيده وضربها بل سيدنا النبي رفع من قدرها وعظ ما شأنها وقال للصحابة اوعوا تفكروا أن هي يعني لا ده بسبب الغيرة غارة أمكم اللي هي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن هي أم المؤمنين أحد يقولي ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول طيب هو الأصل لما نيجي نشوف المواقف دي في الأصل كده إحنا وإحنا بنتفق تعالوا نخلي في البركة في الاتفاق يعني وإنت بتتفق ما بين الراجل إنت كأب وكوالي يعني وبين اللي جاي يخطب بنتك لازم يكون في بركة في الاتفاق البركة في الاتفاق دي ينتج عنها ثمار طيب أدم المهر عظيم البركة هيكون الثمار في ثمار وأثر الزواج ده ثمرة الزواج ثمرة طيبة جدا يعني إيه بركة في الاتفاق هقول لها حضرتك يعني كتير من الناس ده شيء مفروغ من إن أنا خلاص تيقنت أنه راجل متدين تيقنت أنه راجل على خلق تيقنت الكفاءة كفاءة علمية اجتماعية كل ده مقبول خلاص لكن لما نيجي بنتفق بنختلف على إيه كأنه بيبقى فيه بيع وشراء اللي هو أنا بنتي أنا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا فيثق الكاهل الشاب اللي هو جاي ده اللي هو المتدين ده فيبدأ دينه ده يقل أو تدينه يقل لأنه للأسف الشديد أنت بتعجزني أنا عاوز أتزوج لو أتزوج بالطريقة دي من حيث انتهيت أنت أنا لن أتزوج يعني أنت مابتدتش كده لكن أنت بتطلب مني من حيث انتهيت بل انتهى الآخرون بتطلب مني كمقوضة وبتطلب مني كما كذا وكذا وكذا القضية سهلة جدا اللي هو لما يكون المهر يسير بيكون الزواج في بركة من اللي قال كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طب تعالوا نضرب مثال سريع كده أولا يا جماعة والموقف كثيرة جدا لكن هيخد موقف لي أبي طلحة رضي الله تبارك تعالى عنه لما أراد الزواجة من أم سليم وأبو طلحة في الوقت ده كان رجلا كافر يعني على غير الإسلام فهي بتقول له هو بيقول لا أنا عاوز أتجوزك قال لا طب أعتله إزاي ده مستحيل هتتجوزني لأن انت على غير الإسلام لكن هقولك على الطريق لو أسلمت فذاك مغشي هي كأنها تريد أبو طلحة يعني ترغب في الزواج من أبي طلحة لكن تريد أن تجمع بين خيرين عظيمين من الزواج من أبي طلحة وبين دخولي فين في دين الله تبارك تعالى قلت له بقولك إيه تدخل في الإسلام وده يعني ده مهري قال لها طب ما تدلنا على الطريقة قلت له سيدنا النبي روح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكان بالفعل ده مهره سيدنا أنس بيقول أنا ما شفتش امرأة أعظم بركة يا جماعة أعظم بركة بركة وأعظم مهرا اللي هو الإسلام أولا من أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضه ابنها في يوم من الأيام لما مات يا أستاذ دعاء وحصل قصة تانية ممكن نحكيها لكن أنتج عن ده إيه أولاد صالحين يعرفون الله تبارك وتعالى حياة طيبة لأن الاتفاق كان فيه البركة الاتفاق أصلا كان فيه إيه كان فيه البركة موقف تاني ممكن يحصل مشاكل ممكن زوجي جاي من الشغل مهدود تعبان أرفان عنده الحياة صعبة فيه مشاكل في الشغل بتاعته وممكن زوجة تكثر عليه بالطلبات فيبدأ الراجل يبدأ يقل تدينه وغصبنا عنه أعمل إيه لا يا جماعة إحنا عندنا لنا سلف السلف دول بنتعلم منه طيب إيه هو إيه عبدالله بن رواحة رضي الله عنه في يوم من الأيام عادي عاية مرة تروح تقادر مع عاية جنبه ليه؟ فبيقول لها كده بيقول لها أنت بتبكي ليه؟ مالك أهدت له مشانت أنت بتبكي؟ فبكيت لي بكوا إيه؟ من غير ما تعرف السبب؟ من غير ما تعرف السبب فقالت له طيب أنت كنت بتعرفت ليه؟ قال أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر يعني ربنا قال وإن منكم إلا واردها النار النار نسأل الله أن يعافينا يا رب لكن ربنا ما قال ليش أنا هنجوم منها ولا من جفاء فبكيت ما بنقولش للزوجة أنها تبكي إذا بكى زوجها لكن بنقول لما يكون حزين خفيف عنه يعني لابد اللي أنت تشعريه اللي أنت إيه؟ تتألمي لألمي وتفرحي لفا كذلك الأمر الزوج لما الزوج يكون متألمة تتألم لألمها وتفرح لفرحها بالمشاركة دي تبنى البيوت يا أستاذ دعاء وهو دا قضية المودة والرحمة جعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة مش الخناء والشقاق وما إلى ذلك فتنتج أسرة للأسف الشديد فاشلة وينتج الأولاد أولاد شوارع ويقول لك إحنا عاوزين نبني مجتمع فكيف نبني مجتمعا بيكون أساسه الأسرة والأسرة للأسف بالطريقة دي فنسأل الله يا رب يا رب أن يهدي الحال ويرزق الأسر وخاصة الأسرة المصرية المودة والرحمة والحب والطمأنينة يا رب العالمين آمين يا رب كل الناس يا رب يا رب طيب ناخد أول تليفون أهلا يا أهلا أهلا يا دود إزايك عاملة إزايك يا حببتي عاملة أهلا يا حببتي عاملة أهلا يا حببتي أنا مش أول مرة تلمت قصة أهلا بيك نورتين لو سمحتها عندي طلبان ومسؤال قولي حببتي أول طلب بنت خالي طلقت مرتين وتوفى لها أربع أولاد فعايزكوا تدعولي نا بس نا بنت شدي نسأل الله أن يرزقها يا رب العالمين وأن يعوضها خيرا آمين يا رب استني ما ندعي لها نسأل الله أن يرزقها يا رب العالمين وأن يعوضها خيرا وأن يرجع لذلك في ميزان حسنتها اللهم آمين آمين يا رب ربنا يرحمها ويرحمنا يا رب وقولي الطلب التاني آي الطلب التاني عايزة كتعمة مقارنة بين عقوق الأباء وعقوق الأبناء حاضر عشان المساكة الكترت قوي والواحد مش عارف يتعامل ازاي مع اهلك يعني انت اصدق المشاكل كترت ازاي يعني انت مش عارفة تتعامل مع اهلك يعني الابناء ازاي يتعاملوا مع اهلهم اه عشان انا انا وماما فعلى طول يا تشتمني وفاكرا ان انا ما رد او مثلا اقول لها ما تشتمنيش او ما تدعيشوا عليها اني دعوكو هنحاول يا ايا نعمل اكتر من حلقة نحاول نشوف الفجوة بين الاباء والابناء دي ان شاء الله ونسدها نشوف الخلل فين ونعالج الخلل ايا منتك اللي بتشتمك يا اي لا يا ماما بتشتمني اما بنختلف وجهات النظر على طول عكس بعض في كل حياتي اه شيء طبيعي ما تكبري دماغك هيك كبيرة اكبري اعني عادي اعني انا بخصمي اخر مزيد ما تخصمي هاش لا دي ماما لا 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 احنا في النهاية وصاحب اما في الدنيا معروف امي بتشتمني اهلا وسهلا بتضرابني والله لا اي دراسي كمان اللي انت تعمليه اعمليه وفي الاخر يا ماما وفي حد يزعل مني وهكذا بتصورة دي ما خلد فيه فجوة بين الاب وبين او بين البنت وبين الام او الاباء والابناء هعاوزين نقلل الفجوات دي سؤالك بقى يا اي سؤالي هل من شروط قراءة القرآن استقبال القبلة لا ليس من شروط قراءة القرآن استقبال القبلة وان كان فيه شرط تاني هو ما يعني اشترطه الجمهور عليهم رحمة الله استدلالا بقول لا لا من سؤال المطهارون فقالوا والله انت بتقرأ القرآن تعبدا فالاصل انت انت تغضاء لكن انا بقى مستقبل القبلة ولا مش مستقبل القبلة لا مش شرط وان كان الافضل هستقبل يعني طب وان لما استقبلها فيها مشكلة المهم نقرأ ليه نقرأ القرآن واذا قرأنا فنقرأ بتدبر ربنا تقبل آمين يا رب عايزين في نهاية الفقرة يا شيخ احمد احنا خلاص وقتنا بيجري عايزين كلمة اخيرة للازواج طيب هو كلمة اخيرة للازواج يا جماعة واحنا بنتزوج احنا عندنا قاعدة ربنا تبارك وتعالى هيسألنا عنها يوم القيام والواحد بخاف يعني ببعايش في الحياة ده خايف ان هو يظلم لان انا لو ظلمت زوجتي او زوجتي ظلمتني او يعني حصل في ظلم فالظلم ظلمات يوم القيام الاصل اللي انا طب هي اصل ظلمتني انا ممكن اتنازع الحقي من اجل ايه اللي ان انا باصس على الاخرة وعشان الحياة مر وعشان ربنا تبارك وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف وعشان قالوا كده قاعدة حلوة او جميلة كل حق يقابله واجب وعشان انا اتجوزت على كتاب ربنا وسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش اللي اعاشر المرأة اللي انا متجوزها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله باخلاق الفساق والفجاش ومال انا بعملها باخلاق المؤمنين الموحدين بالله تبارك وتعالى بعملها باخلاق القرآن واخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإلا انت كأنك بتقول ربنا رب ادي عهد ودي وعد اللي انا هعمل المرأة على كتاب الله زي ما اتجوزت على كتاب الله وسنة رسول الله خلي بالك ده انت بتخلف الوعد مع مين مع ربنا ومع النبي عليه الصلاة والسلام في قيامة يقول لك يا ابني ده انت اتجوزت على سنتي أنا فأنت ما عملتهاش على سنتي وآخر وصية كان وصهاها سد النبي المرأة فنتق الله رب العالمين رب نهد يا رب الأحوال في كل البيوت يا رب شيخ أحمد بشكرك في نهاية الفكرة ومشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل وصلنا مشاهدين لفقرتنا الطبية وضفنا دكتور أشرف سعيد محروس استشاري أول طب وجرحت العيون وهنا نتكلم في موضوع مهم جدا يخص العين وهو حوال العين دكتور أشرف ما شاء الله خبرة في عمليات حوال العيون لأكتر من 20 ألف عملية في علاج الحوال أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ومنور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا يا دكتور الأول كده يعني عين نفهم عضلات العيون هي عبارة عن إيه عضلات العيون دي أوكي العين النسيج صفت لين فعشان يتحرك يمين وشمال وفوق وتحت لازم فيه محرك لهذه العين المحرك للعين العضلات لكل عين ست عضلات أربعة مستقيمة واثنين ميلين الأربعة المستقيمة الرأسية المستقيمة الرأسية أو العلوية والمستقيمة السفلية والخارجية والداخلية الميديا كأنه 4 شدين للزبط كروس جد تمام فكل واحدة مستقيمة بتشد العين في اتجاه نيجي العضلات المائلة في المائلة للعلوية والمائلة السفلية بما إنها مائلة يبقى بتشد في حكس اتجاه المائلة للعلوية تشد الأسفل تشد العين للأسفل والماائلة السفلية تشد العين للأعلى أي خلل وظيفة سبحان الله تكنيك كده طبعاً طبعاً ليه هارموني معين وبعدين عضلة بتشد عضلة ترخي عشان تقدر دي تشد وكل عضلة لها العضلة المقابلة لها اللي بتمنع الأوفر أكشن وبتساعد في الأكشن بتاعها في عضلات تانية تساعد في الأكشن بتاعها الخلل في أي وظيفة من وظائف العضلات دي يقدي إلى الحاول 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 بقى هو ده موضوع حلقاتنا النهاردة الأول نعرف إيه هو الحاول تمام سيمبلي خالص الحاول هو عدم توفق العينين على الشئ المراد نظر إلي يعني تبقى فيه عين أنا بص لحضرتك يبقى عين بص لحضرتك والعين التانية لخارج أو للداخل أو لفوق أو لتحت يبقى كده هما الاتنين مفروض يبقى بصين كده واحدة كده واحدة كده أو كده أو كده أو كده أو كده صح تمام تمام ده إيه الحاول طب أسباب الحاول ده إيه أسباب الحاول تنقسم أسباب الحوال إلى من حيث الزمن أو بداية ظهور الحوال لحوال خلقي يعني إحنا مولودين به أو حوال مكتسب في عوامل خلقية جنات وراسية وكلام ده كله يعني هو ممكن بيكون وراسة طبعا وراسة طبعا فيه جزء كبير جدا ومش وراسة بس في إن ده عنده حوال ووالده عنده حوال وجده عنده حوال ده حوال في العين اللي مين تسي يبقى هو العين اللي مين حولنا أو فيها انحراب بالنسبة للأب أو الإبن والكده يعني مثلا الصورة دي ايه الصورة دي بنسبة لنا فيه حوال وحشي في العين اليسار يعني هي حوال وحشي العين للخارج العين للخارج العين اللي مين على طول في السنتر والعين الشمال لبرة لو شايفين الدوت البيضة اللي موجودة دي ده تشخيص الحوال أو أقدر أقص الحوال إزاي بإن بيصلت نور ضوء كشاف مثلا فهي بتبصله أو بالعين اليمين في النص في العين الشمال اللي عين طلع البر ده بيسموه الحوال الوحشي فهي كده هتكون شايفة الصورة مزغللة نعم هي البنت نفسها غير انها الصورة مزغللة دي معناها ان العين اللي اتنين بيشتغل بنفس القوة لكن هي النقطة ان كده الصورة مبقتش سلاسية الأبعاد مبقتش سينجل بينوكلار فيجن اللي هو بشوب بالعين اللي اتنين في نفس الشيء اللي أنا المراد النظر إلي فبالتالي يبقى بشوب بس بعين واحدة يبقى كده في ضعفة في القوة الإبصار وفي اندماج الصورة تجيب لي السلاسية الأبعاد بتاعها هي كده بعد العملية دي نفس الحالة بعد العملية الميديا تليها ماشاء الله بص يا دكتور يعني ماشاء الله حنشوف دلوقتي قبل وبعد دي قبل نعم فرق كبير وكده بعد ماشاء الله ماشاء الله تستمئي دك يا دكتور الربان يسلمك وحفظك في صورة كمان هنعلق عليها زي بقى طيب ده نوع من أنواع الحاول الناتج عن الخلل الوظيفة في العضلة المائلة السفلية المائلة السفلية المائلة السفلية اللي هي المفروض بتشد العين لأعلى ماشاء ده بيسموه يعني نشاط زائد في العضلة المائلة السفلية أما تيجي العين من فضلك الصورة تاني هنشوفها تاني اللي هي قبل العملية دي قبل العملية أما بتبص هي أيوة العين اليمين بصل برة خالص العين الشمال المفروض تبص الجوة بتطلع لفوق بتطلع لفوق ده كان قبل العملية بعد العملية ده ميديا تلي بعد العملية ماشاء الله أما بتبص البرة العين الشمال اللي كان فيها الخلل بقت في نفس اللاين أو الديركشن بتاع العين اليمين نزلت في مكانة الصح الحمد لله لأنك النشاط الزائد ده خلاص راح دي بعد برضو هي نفس البند ماشاء الله يعني أكيد بتغير حياتهم طبعا طبعا وكويس حلو أنهم أطفال يعني وأهلهم يعني عايزين نقول برضو كلمة للأهل أنه يعني على طول ولادكم منهم وأطفال ودوهم للبطور ما تستنوش براف في نصائح مستخلصة من خلال خبرتك خبرتك حقولها لحضرتك في الآخر أيوة حيث أن احنا كلنا دي لازم نفتكارها دي يا دكتور إن شاء الله ده بقى أنواع الحوال صح كده إنواع الحوال إذا ما اتفقنا فيه حوال الداخل يعني نبص هنا على العين اليمين نلاقي العين اليمين داخل جوة ده حوال إنسي العين اليمين طلع على البر ده حوال وحشي العين اليمين طلع على الفوق ده حوال علوي وممكن تبقى نازلة تحت تبقى حوال صفل تمام دي أنواع الحوال ده أنواع الحوال حضرتك يا دكتور قلت إن الحوال ممكن يكون وراسي أو مكتسب يعني إيه مكتسب نعم عادي يا دكتور رد بقى التليفون مع أنا على الهواء حد هيحجز عملية لاحظة كيفل الصوت وخلاص تقفلت نرجع بقى يا دكتور دي أنواع الحوال حضرتك قلت لنا بقى أنه ممكن خلاص دي شوفنا كده في الصورة نعم لكن إحنا عايزين نقول أنه الحوال ممكن يكون وراسي وممكن يكون مكتسب يعني إيه حوال خلقي أيها وحوال مكتسب مكتسب يعني إيه مكتسب يعني زهر بعد فترة من العمر ما زهرش مش مورود بيه نعم طب وده بيبقى بسبب إيه أسباب عديدة أهمهم ضعف النظر ضعف النظر يأما طول نظر بيقدي الحوال إنسي تكيفه يأما قصر نظر بيقدي الحوال وحشي دول أو فيه كسل في العين أو فيه مثلا ارتخاف الجفن بيقدي الكسل في العين أو ميا بيضة بتقدي الكسل في العين بتعمل نوع من أنواع الحوال فيه أسباب كتيرة جدا للحوال المكتسب أشهر مزا ما انتفقنا اللي هي عيوب الإبصار تمام عيوب الإبصار طب حدوك دلوقتي كنت بتتكلم على العضلة المائلة السفلية نعم حدوك يعني ذكرتها أيوة ما عايزين بقى نفهمها هي دي إيه العضلة المائلة السفلية لها كاركتر أو لها خصائص معينة مش متوفرة ببقية العضلات هي تعتبر من أطول العضلات اللي موجودة وعضلة بيسموها فليشي فليشي يعني كلها ما فيهاش أوطار الوطر بتاعها بيقلوه لو موجود واحد مني تقريبا تمام العضلة دي الأكشن بتاعها أو الوظيفة بتاعتها أو الحركة بتاعتها إنها بتخلي العين تطلع لفوق إليبيشن وأبدقشن يعني للخارج واكستورشن تتلف نشاط الزائد يبقى هنقول نشاط الزائد يقدي الحاجة أوبر في الأكشن بتاعها تمام مش كده يبقى العين المفروض إن هي على لاين داخلها لجوه إن اللي هي هتلعت لفوق تمام ده النشاط الزائد في العضلة المائلة السفلية يقدي لارتفاع في العين تمام ارتفاع في العين ليه درجات والنشاط الزائد ده بتاع العضلة المائلة السفلية ليه درجات يعني الـ over action بتاعها يا إما mild يا moderate يا severe يعني نقدر نشوف ده من خلال الصور بتاعتنا هتنستحى دلوقتي صور تمام للعضلة المائلة السفلي العضلة المائلة السفلي الدرجات بتاعت النشاط الزائد للعضلة المائلة السفلي تمام في الدرجة الأولى أو المائل الدرجة الثانية أو المدر الدرجة الثالثة أو السفير الدرجة الرابعة أو الماركد واضحة جدا وظهرة في كل وقت بيبقى على حسب ارتفاع العين طبعا لغاية دلوقتي مثلا ما فيش في العالم كله قدروا يحددوا قياسات الدرجات دي ازاي لكن فيه في الهند وصلوا ان لو ارتفعت العين بواحد ملي بقدات درجة الأولى باتنين ملي الدرجة التانية تلاتة ملي الدرجة التالتة أربعة ملي الدرجة الرابعة ارتفاع العين عن الجثن السفلي ايه طيب ويدكتور هي بقى دي بيتعامل فيها عمليات العضلة دي؟ نعم العضلة دي عملياتها فيها عمليات عديدة جدا الفكرة الصعب في العضلة دي حاولت جدا يعني ازاي تقدر تطلع العضلة تطلعيها ازاي؟ تطلعيها ازاي هي دي لها طريقة معينة تعرف تطلعيها العضلة ازاي لانها مائلة ولف حوالين العين واخدبال حضرتك فيها انواع من العمليات من خلال شغلي ومن خلال التجارب على العضلة دي تطلعت ان اميز الصور هتنزل بقى حضرتك اميز عملية او اسهل عملية اللي هي المايكتومي قطع العضلة قطع العضلة ولو تقطعت ايه بقى؟ خلاص الوفر اكشن بتاعها اللي هو نشاط الزائد بتاعها ما بقاش موجود اه تمام؟ ما بقاش موجود فبترجع العين لوضاع الطبيعي بس يعني من شرح حضرتك انها عملية حرجة دي مش سهلة صح؟ هي العملية سهلة لكن ازاي تحصل لي على العضلة يعني تطلعها العضلة دي هو ده الاصعب دي الخبرة بقى دي الخبرة بقى ام بغضب الحضرتك اما عملت مثلا دراسات مقارنة ما بين انواع العمليات المختلفة للعضلة المائلة السفلية لكل حاجة لها وضع معين طلعت المايكتومي دي او قطع العضلة دي تشتغل على كل انواع الخلال الوظيفة في العضلة المائلة السفلية اللي ممكن تبقى مقارنة زي الصور راي بقى دي نبتدي بالدرجات بتاعت النشاط الزائد شايفين احنا العين اليسار والعين اليمين تقريبا واحد منلي تحت من الصلبة او البياض تحت العين هو اللي بين يعني العين اليمين طالع الفوق في الصورة التحت والعين الشمالي طالع الفوق في الصورة الفوق ده جرد واحد اول هي البسيط درجة البسيطة لو في صور تانية ممكن نحطها سريعا عشان وقت الفقرة دي يا دكتور دي ايه اعلى واحدة بقى دي اعلى واحدة شايفين هنا البياض اللي موجود تحت القرانية او تحت المنية بتاع العين تقريبا 4 مل العين الشمال في اتجاه بتاعها والعين اليمين طالع الفوق دكتور احنا عشان وقت حدرك ده ابتدا ده جرد اتنين اعلى شوية يعني العين اليمين طالع الفوق اعلى شوية لا لا واضحة جدا تمام خلاص احنا علشان وقت الفقرة بيخلص فانا عايزة من حضرك قبل ما نختم كلمة اخيرة اللي هي النصيحة بتاعت خبرت حضرتك على مدار السنين تمام الحوال من الحاجات البسيطة جدا لو تم تداركها وعلاجها بدري يعني مجرد ان حضرك اكتشفت ايها لازم تعالجيها ليه لان من ضمن الحاجات بتاعت الحوال اللي هو انترك بيقدي الكسل العين وكسل العين بيبقى كسل وظيفي يعني وكان ما نقدرش بيصلحه تمام يعني مش الشكل الخارجي لكن كمان النظر يعني مش الشكل بس الشكل والمضمون تمام اللي هو الوظيفة بتاعت العين للرؤية والشكل بتاعها طبعا دي الصفحات دي وسائل التواصل الاجتماعي مع الدكتور وطبعا ارقام التليفون موجودة عشاش لأي حد حابب ان هو يتواصل مع مركز الدكتور طب يا دكتور يعني الكلمة الاخيرة اهم حاجة عايزين نقول لكل الاهل انه لما تلاقوا ولادكو عندهم مشكلة الحاولة سواء اول ما تولده او زي ما حاجة بتقول بعد فترة لازم يروحوا على طول للدكتور يبقى فيه تدخل الجروحي نعم الموضوع التاني المهم احنا كدكاترة عيون فيه تخصصات كتيرة في طب العيون انا 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 مثلا تخصصي الحاول ايوا يبقى ده جزء بتاعي اللي انا بدي فيه وباخد منه ايوا غير ما يبقى تخصصي مياه بيضاء غير ما يبقى تخصصي شبكية غير ما يبقى تخصصي مياه زرق يبقى المفروض ان احنا بنعرض ابننا على طبيب اطفال عيون او عيون اطفال الحاول تخصص الحاول خلاص يعني الدنيا دلوقتي بقى التخصصات نعم وما ناخدش الكلام يعني فيه كتير جدا اراء تقول اترك الحاول لفترة حتى يرجع طبيعي ما فيهش حاجة اسمعه يرجع طبيعي الا ما يكون فيه تدخل تمام انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهاية الفقرة وحضرتك شرفتنا ونورتنا مرسي شكرا قد تخيرك ربنا حضرتك واسبكم مشاهدينا مع تقرير واعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تعاون بين وزارة الصحة المصرية وشركة سنوفي للتوعية باهمية التطايمات القاهرة خلال فعاليات المؤتمر الطبي الافريقي تعالوا نشوف التقرير النهاردة يوم مهم جدا بنسبالنا لانه هو اطلاق حملة لزيادة الوعي عن اهمية التطايمات النهاردة الحملة بتستهدف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وده طبعا بالمشاركة مع وزارة الصحة المصرية لان حاجة مهمة جدا هي دايما عارفانها المقولة الشهيرة الوقاية خيرو من العلاج وبالتالي لابد من انه يبقى فيه تكامل ما بين الدولة ممثلة في وزارة الصحة المصرية والشركات الوطنية والشركات القطاع الخاص للوصول الى وعي باهمية اللقاحات سواء عند الفريق الطبي او عند المواطنين عشان يبقى عندنا جهاز مناعي قوي حيث انا في دا حابب اشكر الجهد اللي بتعمله شركة سانوبي بالشراكة مع وزارة الصحة المصرية للوصول الى مستوى عالي من الوعي باهمية اللقاحات بجميع انواعها وباهمية الاستعداد المبكر لاي امراض ممكن تنتقل عن طريق العدوى سواء بزيادة وعي الفريق الطبي من خلال السوشيال ميديا ومن خلال المحاضرات والندوات والتدريب المستمر او بزيادة وعي المواطن من خلال دورات ومن خلال سوشيال ميديا ومن خلال كل وسائل الاعلام التوعوي النهاردة جاي اهم اكد اهمية مصر كسانوفي عموما وسانوفي للتطايمات نهاردة بس اولوك رقم واحد احنا في اخر عشر سنين قدرنا نوفر خمسة مليار جرع التطعيم لقارة الافريقية احنا كلنا لنا الفخر ان رؤية مصر في تطوير العنصر البشري في الخدمة الطبية بدأ يبقى في الاولويات المهمة للدولة والسياسة لان احنا بالنسبة لنا العنصر البشري دوت والاستثمار في العنصر البشري هو دوت يعني مفتاح النجاح في تحديم الخدمة الطبية ورفع مستوى الفرق الطبية عن طريق التعليم الطبي المستمر وعن طريق التدريب وطبعا احنا كلنا دايما بنطفق ان احنا ما فيش حد بشتغل لوحده لازم بروتوكولات التعاون ولازم التعاون بجميع الهيئات سواء الهيئات الحكومية مستوى الجامعية مستوى الوزارة الصحة القطاع الخاص لان طبعا هو عامل اساسي وعامل فاعل في تقديم الخدمة الطبية في مصر وصلنا معاكم مشاهدينا لفكرة الخير اليومية برعاية مؤسسة اكرام الرحمون يرحمهم الرحمين ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحمة صفة مهمة جدا محتاجينها بشدة الايام دي وبرحب بضفنا الشيخ كارم الفئي من علماء القذر الشريف اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا مرحبا بحضركة والسازة واهلا بالسادة المشاهدين اهلا وسهلا الرحمة يعني صفة جميلة وفعلا احنا محتاجينها الرحمة هي ايه بداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اصحابه الطيبين الطاهرين وآل بيته الكرام الى يوم الدين ذاك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء وهي الرحمة بداية الرحمة اذا اردنا ان نتكلم عن الرحمة دايما لما بنجي نقرأ في القرآن كده نفتح القرآن من اوله او اخره في بداية كل سورة حلاء ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم فاذا اردت ان تقرأ القرآن ناجيت ربك سبحانه وتعالى بانه هو الرحمن الرحيم واذا اردت ان تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجي نتكلم عن سيدنا النبي كده نقول ايه رحمة مهداه ربنا يقول عن سيدنا النبي وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الحديث اللي حضرتك قلته دلوقتي الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الحديث ده لما كن لما نيجي كده نقعد قدام مشايخنا وتكون اول لقاء ليه او لينا معه في علم من العلوم اللي بنتعلمه دايما بيعلمونا الحديث ده والحديث ده اسمه الحديث المسلسل بالاولية يعني الحديث المسلسل بالاولية يعني اول حديث الشيخ بيعلمه لطلابه لما يجي يبدأ معهم علم جديد الفقه او الحديث او اي علم من انواع العلوم يعلمهم هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهذا حديث مسلسل بالاولية اول من تعلمناه او اول ما تعلمناه ثم اول ما تعلمناه الشيخ عن شيخه عن شيخه عن شيخه الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياريت الناس أصلاً فعلاً كلها تعرف الحديث ده وتتعلمه ويرحمه بعض يعني الدنيا كلها تتغير لو إحنا مشينا بيه بالحديث ده وحطينا في قلبنا فعلاً الرحمة في كل معاملاتنا مع اللي زينا ومع اللي أقل مننا ومع اللي أعلى مننا ومع الكل الله رائع جداً فعلاً الحديث ده لو طبقناه كواقع حياة في حياتنا الأمر يختلف يعني يختلف تخيالي كده حضرتك لو الزوج طبق الحديث ده مع زوجته هل هتكون في مشاكل في البيوت؟ طب لو الزوجة طبقت الحديث ده مع زوجها هل هتكون في خلافات؟ لو الوالد أو الأب والأم طبقوه مع الأولاد والأولاد طبقوه مع الوالدين والجار طبقه مع جاره والمدير في العمل طبقه مع العاملين تحت يديه بشرط وضع القوانين حتى لا يفسد العمل أو لا تفسد البيوت عموماً مش الرحمة المطلقة الرحمة التي تخفض جناح الذل ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الوالدين قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكمان وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا فكن رحيما رحيم مع مين قلنا مع الوالدين رحيم مع أخوك الكبير أو رحيم مع أخوك الأصغر أو أختك الأصغر رحيم مع جارك رحيم من يعملون تحت يديك في أي مؤسسة رحيم حتى مع الناس اللي ما تعرفهمش إزاي يكون رحيم مع الناس اللي ما عرفهمش آه لو جالك حد دلوقتي وانت ماشي في الطريق خاصة في هذه الأيام اللي احنا عايشينها مع شدة الحر أسأل الله أن يعافينا وإياكم ونجيرنا وإياكم والسادة المشاهدين من حر الدنيا وحر الآخرة تخيل حضرتك ده لما يجي يطلب منك حاجة في الزمن اللي احنا عايشين في ده يطلب منك سقف بيت أو يطلب منك مساعدة أو 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 فتكن رحيما تقول والله ربنا سبحانه وتعالى رحيمني وأعطاني من وسع اداني وسع علي فأرحم دل ولا مرحمهمش إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد ربنا سبحانه وتعالى له عباد العباد دول مين؟ عباد خلقهم ولكن الله جل وعلا اختصهم بالنعم يعني اختصهم بالنعم يعني وسع عليهم رزقهم زاد من فضله عليهم اختصهم بالنعم لمنافع العباد طب فيها إيه ربنا أو فيها إيه رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أقامها فيهم ما بزلوها عارفين يعني اقامها فيهم ما بزلوها؟ يعني الأموال اللي ربنا ادهالك والصحة اللي ربنا ادهالك والبيت اللي ربنا ادهولك طول ما انت بطراعي حق الله فيه ربنا يخليه عندك ويزيده طبعا أقامها فيهم ما بزلوها فإن منعوها أصبح بخلاء قال صلى الله عليه وسلم انتزعها الله منهم ربنا ياخدها منهم لا ما قالش ياخدها انتزعها أقوى هنفرق ما بين الأمرين في فرق بين أخذها وانتزعها انتزعها أقوى يعني بالضبط واحد كان ربنا سبحانه وتعالى مديله صحة وبعدين لم يراعي ربنا في الصحة دي فبدأ ان ربنا ياخدها منه شيئا فشيئ ما خدهاش منه مرة واحدة ماش ياخدها منه شيئا إنما انتزعها أخذها منه مرة واحدة وهو في أشد الحاجة ليه انتزعها الله منه يعني ان احنا ربنا بيرزقنا بالرز بس هوا مش بيرزقنا احنا الوحدين الرزق اللي جالي ده رزق الناس الحوالي نعم فأنا لما حد يجي يطلب مني زي ما حالك بتقول الضعفاء والمساكين والفقراء لما يجوا يطلبوا يعني هو ده حقهم في رزقي لأن ربنا بيرزقنا برزق الناس سبحان الله نعم ولأنا منعت يقوم ربنا يشيل مني النعمة دي أو الخير ده طيب أنا دلوقتي هدي للضعفاء مثلا والمساكين ازاي قديهم وارحمهم زي موضوع حلقتنا من غير محسسهم باني بمن عليهم او ان هم اقل مني او كده هنقول حاجة حضرتك او حضرتك الانسان اللي هو هيطلع صدقة بس بيطلع عشان الناس تقول عنه ان هو تصدق لا بقولك ما تعملهاش اذا انت مش عايز ان تتصدق اه مش عايزك تتصدق بالصورة دي بالصورة اللي انت حابب انك تزل غيرك به لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اول من تسعروا بيهم النار يوم القيامة يعني اول ثلاثة حيترموا في النار منهم من يا رسول الله رجل كريم بيوم في القتير جدا فتأتي بيهم الملائكة فيسأله الله عبدي ماذا فعلت فيما أعطيتك من ما قال يا ربي انفقت وفعلت كذا وكذا وكذا فيقول الله جل وعلا له له كذبت انت كذاب بل فعلت ليقال جواد عشان الناس تقول عنك ان انت كريم بقى وانسان كويس وبتترسم على الناس بالفلوس دي بل فعلت ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به الى النار ايه ده؟ يعني ممكن ينفق المال ويكون الجزاء بتاعه ده؟ اه لانه لم ينفقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى طب واللي بينفقه ابتغاء وجه الله بينفقه ازاي؟ بينفقه كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله احنا النهاردة وامبارح في شدة الحر تقريبا امبارح ما كانش فيه حد في الشارع من شدة الحر واللي كان في الشارع كان بيدور على ظل عشان يمشي فيه او يقف فيه صح ولا لا؟ ده الطبيعي تخيلي بقى حضرتك يجي في ظل او في شدة حر النار يوم القيامة والشمس قريبة من الرؤوس وسيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان فيه سبع اصناف من الناس ربنا حيظلهم ما قالش في اي ظل لا ده في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى من منهم يا رسول الله رجل تصدق بيمينه فلا تعلم شمالهما ان فقط يمينه شاف انسان محتاج ده مش شافه بس ده هو اللي دور عليه لحد ما وصله ده هو اللي بحث عنه قبل ما التاني يسأله ما شيخنا يقولون كده اذا اعطيت للناس بعد المسألة اعطاك الله جل وعلا بعد المسألة واذا اعطيت لله جل وعلا بدون ان تسأل اعطاك الله جل وعلا بدون ان تسأل يعني ربنا يرحمنا برحمته الوسعة ويجعلنا كده ايه نرحم الناس يا رب طيب احنا دلوقتي هنشوف اول تقرير خير في حلقاتنا النهاردة هو عن واصلات المية وليست كنا منتكلم عن الحر وعن احنا نرحم الناس فاحلى حاجة يعني فعلا هي المية ونشوف تقرير مؤسسة اكرام وتوصيلات المية بسم الله الرحمن الرحيم والله قبل الركب لميركب كان حريتنا صعبة خالص خالص يعني كنا منجيب المام من بعد حواري كيلو 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 ولم حاجة موسيقى 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 والله العداد ركبه هوت وبقى المية وصلت لنا وبقى كله تمام يعني الحمد لله والحمد لله ربنا يجزيكم خير إن شاء الله يلا مدي إيدك مدي إيدك حطها في جيبك وطلع اللي تقدر عليه وشارك بوصلة مية أو اثنين أو ثلاثة أو بأقل ولو بجزء بسيط وقول يا ربي دهدية مني لأباءنا وأحبابنا في كل مكان محتاج وصلة مية عشان يشربوا منها وعشان يا ربي تسئيني من إيد سيدنا النبي صلوا عليه وسلموا تسير شكراً للمؤسسة إكراب شكراً لأهل الخير لكل أهل الخير اللي سهموا يعني بالتركيب العداد يشكرين وربنا يجزيكم خير إن شاء الله أكريموا الناس مع مؤسسة إكراب بقول للناس اللي وصلوا لنا العداد يكفوهم شر الأمراض ويربنا يجزوهم خير يا رب ده المية ديت هي اللي راح كله يعني ماشي كلها بالمية ننوبينها ونسلمينها ونفصل منها محدش يعرف يمشون غير المية المية فعلاً هي الحياة سبحان الله إحنا عايزين نعرف أسعار وصلات المية في مؤسسة إكرام طيب مؤسسة إكرام بتمد إيديها لكل حد بيقول أنا محتاج وصلة مية إيد بتتمد للي محتاج وصلة مية وإيد بتتمد للي عايز يعمل وصلة مية أنا عايز أعمل وصلة مية دلوقتي فبقول حروح على البيت ده اللي عندي في القرية وأعمله آه جزاك الله خيراً بس أنا بقول لحضرتك حاجة حضرتك عشان تروح بنفسك أو صاحب البيت عايز يعمل وصلة مية بيتعمله حاجة اسمها مؤسسة المؤسسة دي بتوصل لسبعة أو تمانية وعشرة ويمكن أكتر من كده كمان في المبلغ لأنه فرض رايح إحنا الدولة عملت معنا بروتوكول تعاون اللي هو نزلت الوصلة لثامن العداد فقط اللي هو 3,000 جنيه 3,000 جنيه بحيث إن إحنا نوصل مياه هي بتوصل الخطوط الرئاسية وإحنا بناخد من الخطوط الرئاسية ندخل للبيوت تمام، الناس لو هم راحوا بنفسهم علشان يدخلوا العداد هيدخلوه بالضحف الثامن ده ب6,000 لكن من خلال المؤسسة هي عاملة بروتوكول مع شركة المياه فبقى بـ 3,000 جنيه خفضته لكده للـ 3,000 وشالت هي المؤسسة تمام فإحنا بنقول للحباب اللي عايز يعمل وسط مياه لنفسه عشان تقيه يحر النار يوم القيامة ويشرب من الرحيق المختوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من سقى إن مرئ على أو مسلم على ضمئ سقاه الله جل وعلا من الرحيق المختوم يوم القيامة تخيل كده وإحنا بيتكلم في شدة الحر اللي إحنا عايشين دلوقتي حالا وإنا بتكلم مع حضرك فيه ناس ماشية في الشارع مش طيقة نفسها من الحر طب تخيالي بقى إن حضرتك الناس اللي إحنا شفنا أمثالهم وشفنا البسمة وهي مرسومة وشفنا الدعاء اللي طالع من قلبهم بيقول يا ربي يكفيهم شر المرض بيقول إحنا بنشكر كل إنسان وقف جنبنا وده خلنا وصلة مية بيقولوا الكلام ده وهو خارج من قلبهم بعد ما شافوا المية وهي نزلة إحنا ما بنصورش الناس هموا بقولوا إحنا محتاجين هعمل وصلة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين زي الحج عاطف وأقول لكم إن الحج عاطف ربنا يقدر الجميع يا رب ونشوف دلوقتي آخر تقرير في حلقتنا مؤسسة إكرمو هنرجع نعلى عليه إحنا في الصفراية تبع أسرى شوان مركز طمية بحفزة الفيوم مش واصلنا مية خالص تعبنين وبن أمني النام الصبحي بدر نروح نملة من بعيد مسافة بعيدة من المشكلة بس عددت لهم مية أيو بقوم بالليل سواء مبقاش عندهم مية باملة خبت على جارتي باملة من عندها مثلا ما بالصحيش باملة من بعيد وكده يعني والحنة معنا صعبة شوية وفيش نحن كبحان فيها يعني وكده من الحاجات اللي بتقابلنا دايما أو في معظم البيوت اللي بنوصل لهم مية إن إحنا لما بندخل البيت عشان نوصل لهم مية بنلاقي الناس اللي حالتها ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرهم في الدنيا وفي الآخرة الناس اللي عايشة في البيوت دي موصلة المواسير دي لو حضرتك بصيت هنا هتلاقي المسورة دي متركبة من زمان عارف يعني إيه؟ يعني الناس لما بنت البيت حطت المسورة حطت المسورة وثابتها وإذا كأنها حطت المسورة وثابتها وكأنها بتقول يا رب مين اللي حييجي ويركب للعداد؟ النهاردة أيها الإخوة الكرام إحنا بنعمل إنجاز إنجاز يعني إيه؟ يعني إحنا كنا هنا أو كان الفريق العمل هنا من الأسبوع الماضي أسبوع والنهاردة بحققوا الهدف إيه هو الهدف؟ إنه هو توصيل عداد لأي بيت فقير ومحتاج طب مين اللي بقول فقير ومحتاج؟ إحنا اللي بتقول ولا حضرتك؟ لا ولا أنا ولا أنت إحنا بنسلمها في رقبة لجنة مسؤولة لجنة اجتماعية بتنزل بتعمل بحث تشوف مين محتاج مين بعيد عن الميا مين اللي قادر مين مش قادر وعشان كده تبرعاتكم أيها الإخوة الكرام إنقاذ للحياة وعايزين عرباء قصة الحج عاطف طيب سريعا الحج عاطف ده حد من أبأنا أسأل الله أن يرحمه وأن يتقبله في الصالحين توفى؟ أه توفاه الله الله يرحمه كان حابب أن هو يتبرع بثلاث وصلات مية ونزل بنفسه على الطبيعة رجع من هناك وهو متبرع بخمسة وخمسين ألف جنيه من القرية اللي هو نزل فيها ودفع الفلوس بنفسه وهو كان تاجر بيجمع من داو من داو من داو يوصل تبرعات لحد يوم ما توفقه الله سبحانه وتعالى كان مجمع تبرعات ما تزيد عن مليون جنيه بإصالات رسمية ومتابع هذا العمل بنفسه أنا أقول لكل واحد فينا هل نقدر يكون كل واحد فينا هو الحاجة عاطف في المجتمع اللي هو فيه يجمع وصلة مية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الحاجة أمو بدوي بتقول لي يا ابني أنا والله نفسي أعمل وصلة مية بس ما قضيتش بس فضلت أجمع من جارت دي وجارت دي وجارت دي وجارت دي خمسين مع مية مع ميتين لحد ما جمعت ألف وسبعمائة جنيه ليه؟ طب أقول لها ليه عملت كده يا حاجة قالت لي يا ابني إحنا كنا عايشين في الزمن دا من سنين طويلة فاتت وكنا بنتعب عشان نجيب المية ومش عايزة حد يتعب تعبي إحنا في الحر دا تعبنين محتاجين المية وفيه ناس بتمشي مسافات طويلة عشان تجيب مية يا طرح هنسيبهم كتير ولا هنقول لهم ليكم إننا بفضل ربنا اللي معانا هدية تكون وصلة مية ربنا يكرمكو ويكرم الجميع ويقدر الجميع ويتقبل يا ربه وبشكر حالك في نهاية الحلقة شكراً لك شكراً جزيلاً وبشكر كل مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته